عدة أشهر كانت كافية لكشف الجهات المتورطة في قمع انتفاضة الإيرانيين التي خرجت مناهضة لسياسات من يصفونه بنظام الملالي أواخر عام 2019 ضيق العيش وتفشي البطالة واستمرار كتم الأصوات المعارضة لفساد السلطة الحاكمة بالقوة وتواتر القرارات التي لا تصب في مصلحة المواطن عوامل أدت إلى تفجر انتفاضة عارمة بدأت من قلب العاصمة طهران التي تمتد سريعا إلى باقي مدن البلاد احتجاجات الإيرانيين قوبلت بعنف مفرط أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر واعتقال الآلاف منهم وفقا لوكالة رويترز قمع مفرط اتهم بالتورط فيه رموز في النظام الإيراني يأتي في مقدمتهم علي خامنئي واليوم يخرج كيومرث حيدري قائد القوات البرية في الجيش الإيراني ليؤكد في تصريحات صحفية بأن الجيش شارك في قمع انتفاضة تشرين الثاني داخل المدن واصفا إياها بالخطوة التي تدعو إلى الفخر ليس ذلك فحسب بل أعلن حيدري أيضا أن الجيش الإيراني تابع لخامنئي نفسه اعترافات حيدري بالقمع علانية عززها عبد الرضا فضلي وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني عندما أكد استعانة الوزارة بالجيش لحماية ما وصفها بالأماكن الحساسة ولمساندة الشرطة في تحركاتها لملاحقة المحتجين الذين عدتهم السلطات متمردين تجب معاقبتهم ويزداد حنق المجتمع الإيراني في الآوينة الأخيرة تجاه النظام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران المقبل انتخابات لا يرى فيها الإيرانيون أي جديد سوى تبديل وجوه بأخرى ستطبق السياسة نفسها السياسة أدت ومنذ مجيء نظام خميني إلى أن يصارع الإيرانيون الفقرة هو تفاقم المظالم الاجتماعية لدرجة أن مسؤولي الأمن في النظام يحذرون من انفجار شعبي قد يقود إلى أعمال عنف واسعة لا يمكن السيطرة عليها إن وقعت بجانب تزايد العزلة الدولية لإيران التي تعاني المزيد من التدهور الاقتصادي والذهاب نحو المجهول